براحب حضراتكم وعندي يعني بيان هام وخاصة عن كورونا معلومات هامة جداً وحب حضراتكم كمان تكونوا عارفينها معايا قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ووزارة الصحة أن بعض الدول الأوروبية قررت تعطيل الإجراءات الاحترازية بسبب تأثير أوميكرون الضعيف على الرئة برغم من انتشاره السريع وأشار أن وزارة الصحة خصصت عائدات في المستشفىات الجامعية لأعراض ما بعد كورونا وده لنا حب حضراتكم تعرفوه موضحاً أن أعراض متلازمة قد تستمر لمدة 3 أسابيع وفي بعض الحالات تستمر لمدة 3 شهور يعني الموضوع مش بيخلص يا حرام ومجرد ما المسحة تطلح سلبية يعني متوقعاً تحول الفيروس لمرض مستوطن موصيمي ويا رب إن شاء الله بداء من شهر مايو المقبل معلقاً نتوقع انخفاض الأعداد نهاية مارس القادم يا رب إن شاء الله وتكون دي انكسار الموجة الخامسة زي ما قال الدكتور وخلينا كمان نتكلم مع حضراتكم عن الأرصاد المتوقعة في ظل ارتفاع وانخفاض درجة الحرارة كشفت هيئة أرصاد الجوية عن تعرض البلاد لانخفاض في درجات الحرارة غداً الخميس بقيمة تتروح بين من 2 لأربع درجات ويتوقع خبراء الهيئة أن تشهد البلاد تقساً بارداً غائماً نهاراً على القاهرة والواجه البحري وشمال أصعيد وسواحل الشمالية وماء للبرودة على الجنوب سيناء وجنوب أصعيد أشارت هيئة الأرصاد الجوية لفرص سقوط أمطار متفاوتة تشدة على كافة أنحاء البلاد على فترات متقطعة من اليوم وبقينا طول الوقت في جو متقلب زي أوروبا كده شوية تبقى شمس جداً وشوية بقى برد جداً هفرض أن يكون عاملين حسابنا طول الوقت أي حد خارج بمعال جاكت خفيف يعامل حسابه في الوقت ده